موسيقى من أوكرانيا أحييكم مشاهدين الكرام من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كيف نشرة الأخبار أقدمها لكم أنا صفوان جولاق وبدايتها لأبرز العنوين بعد استهداف الحشد الشعبي الخارجية العراقية تستدعي السفير الأمريكي بعد أن خلف تسعين قتيلة حركة الشباب تتبنى التفجير الإرهابي في الصومال عقد جديد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا أهلا بكم أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الأمريكي عقب استهداف إحدى فصائل الحشد الشعبي ومقتل وإصابة العشرات قالت الخارجية العراقية في بيان إنها ستستدعي السفير لإبلاغه بأن العراق لا يسمح بأن يكون ساحة صراع أو ممرا لتنفيذ اعتداءات وأكدت الحكومة العراقية في بيان أن ما جرى يدفعها إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وقد شدد مجلس الأمن الوطني العراقي على أن العراق يرفض أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي وفي المقابل اتهمت واشنطن بغداد بالتقصير بحماية قواتها وأكدت حقها في الرد على أي اعتداء لسنا جزء من أي محور يعادي أي بلد آخر مجاور أو بلد صديق حاولنا أن نتبع هذه السياسة وهي سياسة صعبة نقر إنها سياسة صعبة ليست سياسة سهلة لكن حاولنا أن نجنب العراق خطر الحرب وانتقدنا كثيرا على هذه السياسة وكنا نعرف أن حقيقة الحياز إلى سياسة وحادية الجانب تقود إلى مخاطر كبيرة هذا وقد تجمع آلاف المحتجين أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد تنديدا بالضربات الجوية على قواعد تابعة لمجموعات تدعمها إيران قبل أن يقتحم السفارة ويحرق أزاء منها وكانت القوات الأمريكية قد نفذت ضربات يوم الأحد استهدفت كتائب حزب الله ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في مقديشة وتسبب بمقتل تسعين شخصا في حين قال الصومال إن دولة أجنبية لم يسمها ساعدت في التخطيط للتفجير يعتبر تفجير يوم السبت أسوأ تفجير تشهده الصومال منذ عامين وقد يستهدف نقطة تفتيش غرب البلاد أثناء مرور قافلة قوات تركية وصومالية لن يحبط الشعب وحكومته أبدا في السعي لتحقيق الأهداف التنموية وإعادة البناء تم التعاقد مع هذه الجماعة الإرهابية من الشباب لقتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية أطلب بشدة من الوكالات الحكومية مساعدة الأشخاص في المستشفيات الذين أصيبوا من الانفجار وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه كما أطلب من الشعب الصومالي مساعدة الضحايا بأي طريقة ممكنة خلال محادثة هاتفية اتفق الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي مع نظيره الروسي فولاديمير بوتين اتفقا على تنفيذ المزيد من عمليات تبادل الأسرى والسجناء بين البلدين جاء في بيان أصدره مكتب الرئيس الأوكراني أن الاتفاق يتعلق بشكل خاص بالمواطنين الأوكرانيين المحتجزين في أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة وفي الأراضي الروسية وفقا لمجموعة حقوق الإنسان القرمية فإن تسعة وثمانين شخصا من تتار القرم والنشطاء المؤيدين لأوكرانيا محتجزون بشكل غير قانوني في القرم وروسيا عقد جديد لنقل الغاز إلى أوروبا وقعته كل من أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي وفقا لرئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك فإن مدة العقد خمسة أعوام مع إمكانية التمديد لمدة عشرة أعوام أخرى دون تغيير بنوده أوضح هونشاروك أن الحد الأدنى المضمون لحجم الضخ هو 65 مليار متر مكعب من الغاز في العام الأول وأربعون مليارا في العام التالي وأضاف رئيس الحكومة الأوكرانية أن من شأن هذا العقد الجديد التأثير إيجابا على أسواق الطاقة وخفض أسعار الغاز بدوره أكد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي أن أوكرانيا وخلال خمسة أعوام من مدة العقد ستتلقى أكثر من سبعة مليارات دولار قامت شركة نفتغاز الأوكرانية بالكشف عن مجموعة الاتفاقيات التي وقعها ممثلها مع شركة غازبروم الروسية في فيينا من بينها اتفاقية بشأن اللوائح الفنية المتعلقة بنقل الغاز واتفاقية بشأن شروط وأحجام الغاز المنقول على مدى خمسة أعوام إلى جانب اتفاقية التسوية التي بموجبها يتخلى الطرفان عن المطالبات المتبادلة بموجب عقود تعود لعام 2009 تم توقيع الاتفاقيات الثلاثة على أساس محاضر الاجتماعات في برلين ومنسك خلال يومي التاسع عشر والعشرين من ديسمبر المنتهي فيما أكدت شركة نفط غاز الأوكرانية أن الاتفاقيات لا تشمل القضايا العالقة التي رفعتها الشركة ضد روسيا فيما يتعلق بالاستلاء على الشركات المنتجة للنفط والغاز الأوكرانية بعد احتلال شبه جزيرة القرن أكد رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسيه هونشاروك أن نظام الطاقة الأوكراني سيصبح جزءا من شبكة الطاقة الأوروبية في عام 2023 وذلك بعد أن تم توقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بالانضمام إلى نظام الطاقة الأوروبي تنص الاتفاقية على التخلي عن النظام الموحد للطاقة مع روسيا وبيلاروسيا وأشار رئيس الحكومة الأوكرانية إلى أن أوكرانيا ستحصل على مكاسب اقتصادية كبيرة من بينها تصدير الكهرباء بعد أن أصبحت جزءا من شبكة الطاقة الأوروبية ألغيت مئتا رحلة جوية في كندا بسبب كثافة تساقط الثلوج وتحديدا في مطارات العاصمة أتاوى وفي مقاطعة كيبيك وفقا للمكتب الوطني لشؤون الطقس فقد أصابت الثلوج عدة مناطق في كندا والولايات المتحدة بالشلل عشية رأس السنة الجديدة تم إغلاق العديد من الطرق السريعة الأمر الذي أدى إلى اختناقات مرورية بين طيور البطريق والثلوج يحتفل أفراد بعثة الاستكشاف الأوكرانية في القارة القطبية الجنوبية يحتفلون بمناسبة حلول العام 2020 سجل أعضاء البيعثة الرابعة والعشرين العاملين في المحطة الأكاديمية الأوكرانية سجلوا تهنئتهم بالعام الجديد يعمل في المحطة 12 موظفا جاءوا إلى القارة القطبية الجنوبية منذ نحو عشرة أشهر أتمنى لكم حبا أبديا وسماء هادئة لا تفقدوا الاتصال بالعائلة والأصدقاء أينما كانوا أتمنى لكم دفءا في حياتكم وبين أسركم عام سعيد هذا وقد احتفلت العديد من دول العالم بحلول العام الجديد 2020 وأولها كانت نيوزلندا وجزر فيجي وأستراليا حيث أضيئت سماء سيدني بالألعاب النارية اشتركوا في القناة